يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الألمانية برلين بناء على دعوة من المستشار الألماني أولاف تولتس للمشاركة في فعاليات حوار بيترسبرغ للمناخ غدا وذلك برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن حوار بيترسبرغ للمناخ يعد إحدى المحطات المهمة قبل نعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ في شهر فبراير عفوا نوفمبر القادم وذلك لما يمثله من فرصة للتشاور والتنصيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ حيث تأتي دعوة مصر للرئاسة المشتركة لهذا المحفل الهام تقديرا للدور الحيوي الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسي في إطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات الماضية هذا ومن المقرر أن تشهد زيارة لقاء رئيس السيسي مع عدد من المسؤولين الألمان وعلى رأسهم المستشار الألماني أولاف تشولز وذلك لبحث سبول تعزيز العلاقات التنائية على كافة الأصعيدة في إطار حرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة تشاور المكتف حول القضايا محل الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر